بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا ومرحبا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في الصف الرابع الافتدائي في درس جديد من دروس تلاوة القرآن الكريم لمدارس تحفيظ القرآن الكريم للصف الرابع اليوم إن شاء الله تعالى في درسنا هذا سنأخذ آيات ونتلو آيات ونتعلم تلاوة آيات من سورة الزمر من الآية الثامنة إلى الآية الواحدة والعشرين إن شاء الله تعالى أرجو منكم الانتباه والتركيز أهداف درسنا لهذا اليوم أول هدف هو طلب الأجر من الله تعالى فكل حرف نقرأه لنا به حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة كذلك بارك الله فيكم من الأهداف تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء وهذا يتطلب منا النظر والانتباه والتركيز على الكلمات القرآنية ننظر إلى الحرف والحركة التي عليه ثم نقرأ الكلمة بناء على الحركات التي عليها أيضا تطبيق أحكام التجويد من أهداف درسنا وسأنبه على بعض هذه الأحكام كذلك التلاوة بتدبر وخشوع أما آداب تلاوة القرآن الكريم فأول آداب من آداب التلاوة الإخلاص لله تعالى وذلك بأننا نرجو بقراءتنا وجه الله حينما نقرأ فنحن نطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى كذلك الطهارة قبل التلاوة وذلك بالوضوء قبل تلاوة القرآن الكريم وأيضا الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم قبل التلاوة كذلك البسملة في أوائل السور وكذلك أيضا تحسين الصوت بالتلاوة وتحسين الصوت ليس معناه أننا نزيد في الحركات أو أننا نبالغ في أحكام التجويد بل نأتي بأحكام التجويد صحيحة سليمة دون زيادة كذلك لا نزيد في الحركات أو المدود أو غير ذلك القراءة بتدبر أيضا من آداب تلاوة القرآن الكريم حتى نستفيد من القرآن ومن الآداب أيضا بارك الله فيكم التسبيح عند آيات التنزيه بمعنى أننا إذا مررنا بآية فيها تسبيح لله أو تنزيه لله فإننا نسبح الله تعالى عند هذه الآية كذلك من الآداب سؤال الله من فضله عند آيات الوعد يعني لما نمر بآية فيها وعد بالرحمة أو جنة أو نعيم فإننا نقرأ ونقف ثم نسأل الله تعالى من فضله عند قراءة هذه الآيات أيضا الاستعاذة بالله عند آيات الوعيد آيات الوعيد معناها الآيات التي فيها وعيد بعذاب أو بعقاب أو بنار نعوذ بالله من ذلك إذا مررنا بها فإننا أيضا نستعيذ بالله تعالى من عذاب الله ومن عقابه الآن هذه الآيات التي نريد أن نتلوها جميعا أرجو منكم الآن الانتباه سأنبه على بعض الكلمات كذلك أنبه على بعض الحكام التجويدية لنطبقها جميعا المطلوب منكم الآن الانتباه والتركيز على هذه الكلمات حتى نقراها قراءة صحيحة خالية من الأخطاء من الكلمات التي نحتاج إلى بيانها هذه الكلمة كلمة خوّله إذا خوّله لاحظوا الواو المشددة خوّله إذا خوّله لما نصل إذا خوّله نعمة كذلك ننتبه لهذه الواو الصغيرة هذه الواو نقرأها واوً في حال الوصل إذا خوّله نعمة لكن إذا وقفنا على كلمة خوّله فإننا لا نقرأ هذه الواو إذن الواو هذه واو الصلة نقرأها في حال الوصل وسنقرأها إن شاء الله تعالى كلمة أندادا ليضل لاحظوا اللام لي أليا عليها ضمة ليضل نركز على اللا أليا خاصة التي عليها ضمة ليضل ليضل طيب هذه بعض كلمة أخرى أمّن لاحظوا نأتي بالميم المشددة أمّن هو قانيت قانيت آنى الليل آنى نأتي بالمدود هذا الآلف نأتي به مد طبيعي بمعنى وهو مثل هذا مثل المد الطبيعي ويسمى مد بدل نقول آه طيب المد الذي عليه علامة المد نمده أربع حركات آنى الليل كلمة قانيت لاحظوا الألف الصغيرة نأتي بها ألف مثل ألف العادية قانيت قانيت أيضا بارك الله فيكم هذه الكلمات التي نحتاج لبيانها سهلة جدا إذن ننتبه أيضا بارك الله فيكم إلى النون المشددة النار النار نعوذ بالله من النار أي نون مشددة نأتي بها أو من مشددة هذه مثلا من مشددة نأتي بالغنى فيها ثم ثم إذا النون مشددة مثل هذه أيضا إنما إنما نأتي بالنون والشدة في النون كذلك الميم هنا أمن طيب الآن بارك الله فيكم بيّنت لكم هذه الكلمات وبيّننا المدود والنون المشددة والميم المشددة بقي الآن التطبيق الآن سأقرأ لكم وأنتم تستمعوا للآيات الآيات كاملة في هذه الشريحة استمعوا لها وبعدها سأقرأها لكم وتقرأوا معي أما الآن استمعوا مع الانتباه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قرأنا هذه الآيات والآن بقي دوركم أنتم في قراءتي هذه الآيات سأقرأ لكم وأنتم تقرأون معي تتوافق قراءتكم مع قراءتي حتى نطبق هذه التلاوة نسأل الله تعالى أن يرزقنا وياكم حسن تلاوة القرآن الكريم استعدوا بارك الله فيكم وانتبهوا وابدأوا معي حينما أبدأ أولا استعيذوا بالله تعالى من الشيطان الرجيم أحسنتم مبارك الله فيكم الآن نبدأ القراءة سويا اقرأوا معي وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب بارك الله فيكم قرأنا هذه الآيات ثم ننتقل إلى الآيات التالية هذه الآيات الآن سأقرأها لكم وأنتم تستمعون استماعكم مهم جدا لأنكم تنظرون وتسمعون الآية مما يثبت قراءة الآية في أذهانكم استمعوا وإقرأوا حينما أطلب منكم القراءة أما الآن فاستمعوا وبرك الله فيكم هذه الآيات آيات سهلة أيضا ويسيرة فقط ننبه على الأحكام عندنا بارك الله فيكم النون المشددة كذلك عندنا الحروف المشددة الأخرى غير النون والميم مثلا هذه الكلمة نأتي بالشدة في حرف الفاء يوفى يوفى الصاء لاحظوا أيضا حرف الصاد عليه شدة الشدة هذه في القرآن نأتي بها كاملة يوفى الصابرون ننتبه بارك الله فيكم كذلك هنا أيضا في كلمة الدنيا نأتي بالشدة كما هي بارك الله فيكم كلمة أقرأوا هذه انظروا إلى هذه الكلمة لاحظوا الهمزة المضمومة الميم التي تحتها كسرة أمرت أمي أمرت أن ننتبه لمثل هذه الكلمات خاصة الحركات حينما تبدأ الكلمة بيضم أمرت أن هذه الكلمة كذلك الكلمة أخرى مثلها وأمرت وأو وأمرت لأن إذا ننتبه بارك الله فيكم إلى مثل هذه الكلمات الآن سأقرأ لكم هذه الآية وأنتم تستمعون أرجو الانتباه والنظر إلى الكلمة والإنصاد كذلك إلى القراءة سأبدأ لكم قل يا عباد أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم الآن قرأنا الآيات استمعتم إليها الآن دوركم في القراءة أرجو منكم الآن أيضا النظر والقراءة معي مباشرة حينما أبدأ تبدأون معي حينما أقف تقفون معي حتى نتعود على القراءة نسأل الله تعالى التوفيق لي ولكم نبدأ نعم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم بارك الله فيكم ونفع بكم ننتقل إلى الشريحة التالية أرجو منكم الانتباه والتركيز كذلك الآن استمعوا لهذه الآيات ثم نقرأها سويا بارك الله فيكم بارك الله فيكم ونفع بكم استماع قل إن قل الله أعبد مخلصا له ديني لاحظوا ألهاء المفتوحة قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادة يا عبادي فاتقون بارك الله فيكم الآن تقرأون معي الآيات أرجو منكم الانتباه والتركيز لتقرأوا معي الآيات نبدأ قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادة يا عبادي فاتقون بارك الله فيكم ونفع بكم الآن سنكمل أيضا القراءة أيضا هذه الآيات التي نحتاج أيضا إلى قراءتها أرجو منكم الانتباه والاستماع أيضا تعالوا إلى بعض الكلمات لننبه عليها كلمة اجتنبوا والذين اجتنبوا طيب أيضا كلمة كلمة أن يعبدوها نأتي بالضم كاملا في البا والدال أن يعبدوها كلمة يستمعون القول فيتبعون أحسنه أظنها كلمات يسيرة سهلة عليكم طيب تعالوا إلى هذه الكلمة تنقذوا لاحظوا تبدأ بحرف التاء المضمومة تنقذ من في النار الآن سأقل لكم الآيات وأنتم تستمعون إلى هذه الآيات أرجو منكم الانتباه والتركيز استمعوا لهذه الآيات والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب الله الآن بارك الله فيكم سمعتم هذه الآيات الآن دوركم في القراءة أرجو منكم الانتباه والقراءة معي حينما أبدأ تبدأ أنا معي بارك الله فيكم مستعدون أحسنتم نبدأ سويا والذين جتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار نعوذ بالله من النار أحسنتم وبارك الله فيكم ننتقل إلى الآيات التالية وهي آخر آيات في درسنا لهذا اليوم أرجو منكم الاستمرار والمتابعة والقراءة الاستماع أولا ثم القراءة مع المعلم ثانيا استمعوا سأنبه على بعض الكلمات بارك الله فيكم لاحظوا هذه الكلمة لكن الذين الكسر هنا لكن الذين كلمة غرف لهم غرف أيضا هنا غرف مبنية كلمة لا يخلف لاحظوا الياء المضمومة لا يخلف الله كلمة فسالكه لاحظوا توالي الحركات بالفتح فسالكه يا نبيع في الأرض كذلك نأتي بال الميم المشددة كما بينا لكم الميم المشددة ترافقنا في القرآن كاملا ثم كلمة يهيج يهيج ركزوا عليها يهيج فتراه مصفر مصفر لاحظوا هذه الكلمة مصفر إذن هذه الآيات سأقرأها لكم الآن وأنتم تستمعون لها أرجو منكم الانتباه والتركيز وحسن الاستماع نبدأ استماع الآن لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكر لأولي الألباب بارك الله فيكم الآن استمعتم بقي عليكم قراءة هذه الآيات أرجو منكم الآن أن تقرأوا هذه الآيات يقرأوها في البيت راجعوا الآيات كاملة وركزوا على الأحكام التجويدية والحركات خاصة وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد في ختام درسنا أوصيكم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وإلى درس جديد أستودعكم بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته